انعقدت اللجنة المصرية الكاميرونية المشتركة بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي ونظيره الكاميروني لجون مابيلا مابيلا وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية ومسارة التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا محال الاهتمام المشترك كما وقع الوزيران على مذكرتي تفاهم وأكد حرصهما على توطيد العلاقات على المستويات كافة سواء الحكومية أو البرلمانية أو القطاع الخاص وتناول أهمية تفعيل جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية البرلمانية وعقد منتدى رجال الأعمال بين البلدين